الحلقة الأولى اللغة العربية الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وحدة وطننا الدرس الثالث حرف الكاف رابعا التراكيب اللغوية التدريب الأول أقرأ الجملتين الآتيتين أقرأ الجملتين الآتيتين وقف بدر يمين باسم جلست رحاب يسار أميرة أعزائي لاحظوا الجملة الأولى أين وقف بدر؟ أحسنتم وقف بدر يمين باسم أين جلست رحاب؟ أحسنتم جلست رحاب يسار أميرة إذن لدينا اتجاهين اليمين واليسار التدريب الثاني أتأمل الصور وأكمل الجمل بيمينة أو يسارة كما في المثال أتأمل الصور وأكمل الجمل بيمينة أو يسارة كما في المثال المطلوب منكم يا أعزائي هو أن تكمل الجمل بكلمتين اليمينة أو اليسارة كما في المثال السابق يا أبنائي أرجو التركيز في الجملة الأولى في أي جهة تقع الشجرة بالنسبة لبدر؟ أحسنتم يا أبنائي إذن الشجرة يمين بدر وأين تقع الدراجة بالنسبة لبدر؟ بارك الله فيكم يا أبنائي إذن الدراجة يسار بدر والآن ننتقل لجمل المجموعة الثانية ماذا أرى في الصورة؟ أحسنتم أرى رحابة وخزانة وساعة أين تقع الخزانة بالنسبة لرحاب؟ بارك الله فيكم الخزانة يسار رحابة وما موقع الساعة بالنسبة لرحابة؟ ممتاز الساعة يمين رحابة الخزانة يسار رحابة الساعة يمين رحابة في أي جهة تقع السيارة بالنسبة لباسم؟ السيارة يسار باسم ما الجهة التي تقع بها الإشارة بالنسبة لباسم؟ أحسنتم جهة اليمين من يقرأ الجملة مرة أخرى؟ الإشارة يمين باسم بارك الله فيكم السيارة يسار باسم؟ الإشارة يمين باسم أين يقع القط؟ وأين يقع الكلب بالنسبة لماجد؟ بارك الله فيكم القط يمين ماجد والكلب يسار ماجد القط يمين ماجد والكلب يسار ماجد أحسنتم يا أبناء الأعزاء شكرا على متابعتكم وانتباهكم نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى